في موضوعنا خرشف وزير وشؤون دينية والأوقاف يوسف بالمهدي على ترسيم برنامج شهر رمضان لهذا العام مع مديري الولايات وبعض إطارات القطاع أين أكد على فضل شهر رمضان الكريم الذي يجب استغلاله لفعل الخير ونشر محاسن الخلق مبرزا دور المساجد لتحقيق ذلك كما تجتمع الأسرة على مائدة واحدة ينبغي أن يجتمع الجزائريون على رأي واحدة على كلمة واحدة ننبذ كل أشكال العنف في المدرسة في الشارع في الأسرة في العمل في السوق في أي مكان لأن بعض الناس يتخذ من شهر رمضان شهر الإنزعاج شهر القلق شهر الأعصاب والأوتار والقرآن والسنة يعلمان الإنسان أن رمضان شيء آخر رمضان يرتقي بالإنسان أن يصبح ملكا لا يأكل ولا يشرب ويصلي في الليل وفي النهار ويصوم يرتقي إلى مصطف الملائكة والملائكة لا تؤذي ملائكة يعني شيء لطيف عجيب من المخلوقات التي أراد أن الحق سبحانه وتعالى أن تشبه بشار رمضان المهم الجزائريون يكون في رمضان أكثر إقبالا على فعل الخير على موائد رمضان على إعانة الفقراء هذا هو الخلق الذي نريد أن ننشره من خلال المسجد من خلال هذه الندوة الوطنية وفيما يتعلق بتكلفة الحج أكد الوزير أن هناك مفاوضات مع سلطات السعودية لتحديد التكلفة النهائية فيما أكد أنه سيتم توزيع مصاحف البراي في الجزائر وكذا مسجد باريس وبعض دول السحل في الاتصال بيننا بين السلطات السعودية للتحديد النهائي عندها سيكون إن شاء الله لقاء في مجلس مزاري مشترك لتبحث قضايا كثيرة تخص عملية الحج إن شاء الله الأمر الكريم من سيد رئيس الجمهورية لتوزيع البراي باريس ينتظرون يعني مسجد باريس ينتظر حصته وسنبعث له إن شاء الله كذلك الدول الأخرى سينيغال ونيجر ومالي وكل الدول دول الساحل وحتى المدارس التي فيها طلبة يعني يستفيدون من مصحف البراي سنوزعها أيضا هنا في الجزائر ترجمة نانسي قنقر